سيد محمد يعني انسحاب بيلر من المؤتمر الصحفي النهاردة هل يعني انت شايفوا انه هو ده امر طبيعي جدا هل هو مش عايز يورط نفسه بأي كلام علشان الاجراءات التعاقدية شايف الموقف ده زي او المشهد ده زي ده اول يعني هو المعتاد من المدربين الاجانب الهدوء التركيز التعامل مع المشكلات بنوع من عدم الانفعال كون ان فايلر يعمل كده واضح ان هو متوتر منفعل بيواجه ضغوط شديدة جدا اثرت عليه بالشكل ده ان الطبيعي جدا اولا ان هو يملك ان يتكلم فيما يريد ولا يتحدث فيما لا يريد فطبيعي جدا هو اتكلم عن نواتش الترسنة والقييم وحد يساهم حاجة تاني يقول له مش هعتزن السؤال حاجة زي كده لكن فجونا بهذا الموقف من فايلر حياة يعني موقف يعني انا شخصية ما انتظرتوش يعني تتشعر ان هو هرب من المواجهة من مواجهة الصحافيين مش عايز يكمل معهم في المواجهة لكن مشهد لا يليق به كمدير فني اجنبي ومشهد لا يليق بمدير فني للنادي الاهل الحقيقة يعني فعمل مشهد يعني انا شايف ان هو عمل مشهد غير لائق في ختام مسيرته مع النادي الاهل ده تقييم للمشهد يعني لكن مؤكد ان ده نقدر نستشف منه ان هو فعلا يعني عنده مشاكل كتير جدا عنده ضغوط ممكن يكون عنده صراع نفسي ما بين البقاء والرحيل بيفكر انه كان مفروض يقعد مع الاهلي او بيفكر انه كان ممكن يمشي مع الاهلي بعد فترة يعني اعتقد ان حاجات كتير جدا دارت في دماغ فيلر او بتحطه تحت ضغوط بهذا الشكل بدليل ان هو راح على طول على الفندق كمان بعد ما خلص المباراة وبدأ يلم في حاجاته استعدادا للسفر والمفروض طبعا ان هو حاجز تذكرة السفر طبعا لو كانت الامور طبعية كان مفروض الاهلي يبلل حاجز له للتذكرة دي لكن واضح ان هو مخطط اموره ومدبر اوضاعه وكل حاجة مجاهزها قبل السفر طيب هو حاجز ذهب وعودة صزوصي طبيعا ان هو يحاجز العودة ليه طبيعا ان يحاجز العودة العودة دي لان فايلر اصلا كان ليه مستحقات مالية او ليه مستحقات مالية المتمثلة في شهر سبتمبر والمتمثلة في مكافة الدورة الممتاز شهر سبتمبر في الاهلي في نظام بيقبض يوم 23 او من 23 او 26 كله بيقبض مرتبته فقبض المرتب بتاعه متبق ليه المكافة بتاعة الدورة وهو كان مازال متماسك بامل اخير يعني حتى اللحظات الاخيرة فايلر كان عنده امل ان هو يستمر بقى النادي الاهلي وطرح بس ياخد الاجازة لكن النادي الاهلي رفض موضوع الاجازات يعني هو يكون ان ياخد اجازة ويروح يوض عشر تيام ويجي قبل الماتش بتاع الوداية بسبوع اعتقل ان الامر ده كان يبقى غير لاق بالنسبة لنادي الاهلي يعني مفروض انت من النهاردة بداية من بكرة 1 اكتوبر لغاية يوم ماتش 17 الاهلي مفروض يبقى في شفهم عسكر لان ده اهم ماتش بالنسبة لنادي الاهلي الان افريقيا بالنسبة لنادي الاهلي هي الهدف الاعظم هي يعني الجوهر اللي الاهلي بيجر وراها وعايز يوصل لها فايلر عايز تمشى وعايز تفرض اجازتك في الوقت ده تخضلك اسبوع وعشر تيام وكمان بتفكر فيه انك ترجع او لا ما ترجعش فاعتقد الموقف ده كان صعب وله لحسن موقفه وبدأ يتحرك وله كان مجهز اوراقه بان هايز فايلر حيطير النهاردة يعني قبل ان تشرق الشمس حيكون مسمن موجود هنا في القاهرة